الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخيرات وأن يرفع ما يعطيه لكم من النعم والدرجات كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وبعد هذا درس آخر من دروسنا في دراسة كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلعلنا نقرأ بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام في هذا الكتاب الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا جرير بن عبد الله البجلي من الصحابة الذين أسلموا بعد السنة السادسة والسنة السادسة هي السنة التي نزلت فيها سورة المائدة التي ذكر الله جل وعلا فيها وجوب غسل القدمين في الوضوء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية أوجب الله جل وعلا فيها الوضوء وجعل للوضوء أركانا منها غسل القدمين فكانت نزلت في السنة السادسة ثم كان إسلام جرير في السنة السابعة ولذا في حديث جرير ذكر المسح على الخفين فمع أن أحاديث الخفين قد وردت من طريقي من ثمانين طريقا عن الصحابة إلا أنهم كانوا يعجبهم هذا الحديث بخصوصه لكون إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة قول همام رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ أي أنه ذهب جهة البول فبال وفي هذا دلالة على الوضوء بعد البول وفي الحديث مشروعية المسح على الخفين وأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن من مسح على خفين مسحاً صحيحاً في الوضوء كفاه عن غسل قدميه وفي الحديث الصلاة في الخفين وأن من صلى وهو لابس الخفة صحت صلاته وفي الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل في أفعاله أن تكون تشريعاً عاماً يقتدى به فيها وفي الحديث أيضاً فضل جرير بن عبد الله حيث كان له رفقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت وقال لو ميت ميت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم عليها أو قال على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم أبو وائل شقيق بن سلمة من كبار التابعين وكان من علماء العراق وله صحبة خاصة بمن كان من الصحابة هناك كابن مسعود وحذيفة رضوان الله عليهما وقال عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده يعني أنه لا يطمئن في الركوع ولا السجود فإن الركوع يحصل التمام فيه بأن ينحني بمقدار ما يصل بيديه إلى ركبتيه والسجود يتم بوضع الأعضاء السبعة على الأرض قال فلما يعني لما انتهى ذلك الرجل من هذه الصلاة قال له حذيفة ما صليت أي هذه لا تعتبر صلاة في ميزان الشرع لكونك قد حصل منك إخلال بأركانها وقال حذيفة له لو ميت لو حصل عليك الموت وأنت على هذه الحال لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها أو قال على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة هنا طريقته التي يعبد الله بها وفي هذا الحديث مشروعية النصيحة والدلالة على ما يكمل أحوال الإنسان وفي هذا الحديث أن من رأى غيره لا يأتي بصلاته على الوجه المشروع شرع له تحذيره من الاستمرار على حاله وفي هذا الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فلم يأتي به أو لم يأتي به على الوجه الشرعي فإنه لا تصح صلاته ويؤمر بإعادتها وفي الحديث أن الفطرة التي فطر الناس عليها هي الإسلام وفي الحديث أن من لم يتم ركوعه ولا سجوده فهو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين أديه حتى يبدو بياض إبطيه قوله في هذا الحديث عن عبد الله بن مالك ابن بحينة وهو من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان تفيد الاستمرار والدوام إذا صلى المراد هنا السجود المراد هنا السجود في الصلاة فرج بين يديه أي فرق بينهما بحيث يجعل يديه بعيدتين عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه كانت ثيابهم في الزمن الماضي واسعة بحيث إذا ظهر الإنسان يديه ظهر ساعده وعضده حتى يتبين منه الإبط فكانت ثيابهم كذلك ولذا إذا سجد أبعد يديه عن جنبيه وبالتالي فرج بينهما وحتى يبدو بياض إبطيه ففي هذا الحديث من الفوائد بيان الطريقة المستحبة في اليدين عند السجود بإبعاد العضدين عن جنبي الإنسان والجمهور على اختصاص ذلك بالرجال ويستحبون للنساء أن تضم الواحدة منهن أعضاها على بدنها واستدلوا في ذلك بمقصد الشريعة في باب ستر النساء وفي الحديث المجافات بين اليدين والجنبين وفي السجود وفي الحديث أيضا مشروعية وضع اليدين على الأرض في السجود بحيث يضع كفيه على الأرض أما ساعداه فإنه يرفعهما وفي الحديث من الفوائد أيضا أن ظهور العضدين وظهور الإبطين في الصلاة لا يكون منقصا لها أو مقللا منها وفي الحديث مشروعية نتفي الإبط حيث لم يروا بياض الإبط إلا لعدم وجود الشعر فيه وعن ميمون بن سياه أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم عدم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته قوله هنا عن ميمون بن سياه هو من التابعين ومن من اشتهر بالرواية عن أنس رضي الله عنه قال يا أبا حمزة وهذه كنية الصحابي أنس بن مالك للأنصاري ما يحرم دم العبد وماله أي متى يكون العبد حرام الدم لا يجوز لأحد أن يعتدي على ماله ولا دمه والمراد بذلك متى كان مسلما فقال أنس من شهد أن لا إله إلا الله الشهادة المراد بها الإكرار بعلم ويقين أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فإله معناها معبود واستقبل قبلتنا أي كان ممن يتوجه جهة الكعبة في صلاته وصلى صلاتنا أي أدى الصلوات المفروضة وأكل ذبيحتنا أي لم يحرم ذبيحة أهل الإسلام وكانت طريقته أن يذبح الذبيحة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي اتصف بهذه الصفات هو المسلم الذي يحكم له بأحكام أهل الإسلام له ما للمسلم من المزايا والأحكام وعليه من الواجبات ما على المسلم ثم نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أي طلب الله مني طلبا جازما أن أقاتل الناس وتلاحظون أنه قال أقاتل ولم يقل أقتل وفرق بينهما فإن المقاتلة تكون لي القوة الممتنعة أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها وقد ورد في الحديث أيضا استثناء من دفع الجزية قال فإذا قالوها أي قالوا هذه الكلمة وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها يعني بما يستوجب القتل من مثل حوادث القصاص كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القصاص في القتل وكما في مسألة رجم الزاني والمفارق لدينه وحسابهم يعني أن ظواهر الأمور نحكم بها وأما بواطنها وما في نياتهم فهذا أمره إلى الله جل وعلا ثم قرر هذه القاعدة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله أي حفظ الله الذي لا يجوز لأحد أن يخفره أو أن يعتدي عليه وله ذمة رسوله فلا تخفر وإلا تتجاوزه وتغدره وتترك الوفاء بذمة الله تعالى ففي هذا الحديث من الفوائد استقبال القبلة في الصلوات وفضل استقبالها واستدل بهذا الحديث على أن المصلي إذا صلى يحسن به أن يستقبل القبلة بأصابع يديه وأصابع رجليه وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذلك يفعل وفي هذا الحديث التأكيد على الأخوة الإسلامية وأن هذا من الأمور التي يجب على كل مسلم أن يراعيها وقد جاءت الشريعة بتحريم التفرق وذمه وذم أهله قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقد جاءت النصوص بالتحذير من التفرق والاختلاف وأمرت بالتآلف والمحبة واجتماع الكلمة والتعاون على الخير والهدى والبر والتقوى ورغبت أهل الإيمان استشعار ذلك المعنى وأن الإيمان يُجِب على كل فرد من أفراده أن يستشعر هذه الأخوة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله في نصوص كثيرة تؤكد على مُكتضى الأخوة الإيمانية فإن قال قائل هل يعني هذا أن من خالفنا في مسائل من العقيدة تبقى أخوته الإيمانية ومن وجد عنده كبيرة من كبائل الذنوب هل تبقى أخوته الإيمانية فنقول إن النصوص قد دلت على أن الولاية بين المؤمنين ثابتة بمُكتضى إسلامهم كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولما ذكر الله جل وعلا جريمة الاقتتال في قوله في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ثم قال بعدها إنما المؤمنون إخوة وقال جل وعلا في آية القصاص فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداؤني إليه بإحسان فسماه أخا له ولذا على أهل الإيمان أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يذكر بعضهم بعضا بأخوتهم الإيمانية وأن يسعى بعضهم في نصح بعضهم الآخر وإن حصل نزاع واختلاف فما رده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وكما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإن قال قائل بأن الله جل وعلا قد جعل الاختلاف سنة كونية فيختلف الناس فيما بينهم فالجواب أن الله قد جعل بين أهل الإيمان ضمانات بحيث تكون هذه الضمانات من أسباب زوال هذا الاختلاف عنهم ومن أسباب اجتماع كلمتهم والاختلاف ليس مرغباً فيه في الشرع لذاته وإنما قد يقع بين الناس وبالتالي يؤمرون بحسن التعامل معه وإلا فإن الشريعة ترغب في اجتماع الكلمة وفي تآلف الناس ومن أعظم الضمانات في ذلك أن يعودوا للكتاب والسنة وأن لا يتعصبوا لآراء الرجال أو لما ينتمون إليه من الفرق والمذاهب وإنما علامة الإيمان تحكيم الكتاب والسنة في كل ما يطرأ على الناس قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإن قال قائل بأن الله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين قيل بأن هذه الآية تدل على أن الاختلاف غير مرغوب فيه فإنه قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فهذه الآية تدل على أن حال الاختلاف يضاد حال الرحمة فإن قال قائل فإن الله يقول بعد ذلك ولذلك خلقهم فتكون من حكمة وجود الخلق لاختلاف قيل هذا فهم خاطئ وإنما قوله ولذلك خلقهم أي ليرحمهم لا ليختلفوا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي ليرحمهم وليس ليختلفوا فالمقصود أن من مقاصد الشرع أن تجتمع كلمة أهل الإسلام وأن يتآلفوا فيما بينهم وأن توجد المحبة الإيمانية من بعضهم لبعضهم الآخر وليس معنى هذا أن لا ينصح الإنسان الآخرين بل من رأى منه مخالفة تقرب إلى الله بنصحه وإرشاده والحديث بينه وبينه لعله يرجع إلى الحق ويعود إلى سبيل الهدى فهذا فهذا هو مقتضى أحكام الشرع وهو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الأجل وطريقة علماء الأمة من عصورها الأولى وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب أن يكون ذبح الذبائح على الطريقة المشروعة وعدم ترك تلك الطريقة المشروعة وفي الحديث التأكيد على حرمة الدماء والأموال والتشنيع على من يعتدي على الآخرين فيهما وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقد جاءت النصوص بتحريم الظلم والتشديد فيه ومن أعظم الظلم الظلم في الدماء والأموال وقد قال جل وعلا فما للظالمين من نصير وقال فما للظالمين من أنصار وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفي الحديث من الفوائد أن الدماء والأموال الأصل فيها التحريم ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا منها بدون مقتضى الشرع وفي الحديث أن ما في الضمائر والنيات إلى الله تعالى لا يحاسب العبد بما في ضميره إلا أن يظهر عليه شيء في أفعاله أو في أقواله وفي هذا الحديث أن من علامات الإسلام الظاهرة إقامة الصلاة فإقامة الصلاة شعيرة ظاهرة وعلامة بينة على التزام الإنسان بدينه وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يكفر بذلك وخالفه جمهور أهل العلم وفي الحديث حفظ الله وصيانة لمن التزم بهذا الدين وتحريم خفر ذمة الله جل وعلا وعن عمر بن دينار قال سألنا بن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربن امرأته حتى يطوف حتى يطوف بين الصفا والمروة عمر بن دينار من علماء التابعين ممن أكثر الرواية عن كثير من الصحابة وكان رجلا سؤولا ومن ذلك أنه سأل هؤلاء الصحابة عن هذه المسألة فقال سألنا بن عمر هو عبد الله بن عمر من علماء الصحابة عن رجل طاف بالبيت للعمرة فطاف بالكعبة سبعة أشواط وأنهى الطواف ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة فمن كان كذلك هل يعد متحللا وبالتالي يجوز له أن يفعل محظورات الإحرام أو لا يكون متحللا حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة ولذا سأل عن من كان كذلك أي أتي إمرأته أي هل يجامع زوجته لكونه تحلل من إحرامه أو يعد لا زال محرما وبالتالي لا يقرب زوجته فكان بن عمر حريصا على أن لا يفتي إلا بدليل وأن لا يتكلم إلا بشيء من الكتاب والسنة ولذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما اعتمر لم يتحلل إلا بعد سعيه بين الصفا والمروة فقال بن عمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة معتمرا فطاف بالبيت سبعة أي سبعة أشواط وصلى خلف المقام مقام إبراهيم ركعتين سنة الطواف ثم خرج إلى الصفا لماذا قال خرج؟ لأن المسعى في الزمان الأول في عهد النبوة كان خارج المسجد وكان بين الكعبة وبين المسعى بيوتات يسكنها الناس متى انتهى هذا؟ في عام خمس وسبعين للهجرة في عام خمس وسبعين للهجرة قبل ثمان وستين سنة قبل ثمان وستين سنة لما جاءت التوسعة السعودية الأولى وادخل ما بين المسعى والمطاف في المسجد قبل خمس وستين سنة ولذا قال هنا ثم خرج إلى الصفا ولذا كان المسجد من عصوره الأولى في مساحة قليلة حتى جاءت هذه التوسعات الكبيرة في هذا العهد قال ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط أي سعى بينهما وقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة تقتدون به في عباداتكم فكأنه يقول لم يتحل الرسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه في العمرة إلا بعد إكمال السعي بين الصفا والمروة قال عمر بن دينار وسألنا جابر بن عبد الله وهو أيضا من علماء الأنصار من علماء الصحابة فقال جابر لا يقربن مراته أي لا يجامعها ولا يباشرها حتى يطوف بين الصفا والمروة فإنه لا يتحلل إلا بعد إكماله السعي ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الطواف بالكعبة سبعة أشواط وأن الطواف لا يكون أقل من ذلك وفيه مشروعية السعي بين الصفا والمروة وأنه لا يكون بأقل من ذلك والسعي بينهما سبعة أشواط يبتدي الإنسان فيها بالصفا وينتهي بالمروة كما في ذكر ابن عمر لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه وفي الحديث مشروعية سنة الطواف وأنها ركعتان وأن المستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وفي الحديث أن المسعى في العصور الأولى كان خارج المسجد ولذلك لم يكنوا يجيزون أن يصلي الإنسان في المسعى تبعاً للإمام ولما أدخل المسعى في بناء المسجد أكثر فقهاء العصر على أنه أصبح جزءاً من المسجد وبالتالي فمن صلى فيه تبعاً للإمام صح اقتداؤه بالإمام ولو لم تتصل الصفوف وحدثت مسألة أخرى ألا وهي أن من طاف بالبيت من داخل المسعى هل يصح طوافه أو لا فأكثر علماء العصر قالوا المسعى محل شعيرة السعي وبالتالي فمن كان يطوف بالبيت فهو يؤدي شعيرة أخرى هي شعيرة الطواف ولا يصح به أن يدخل شعيرة في مكان شعيرة أخرى يعني في مرات قد تحصل مضايقة وازدحام في الطواف خصوصاً في الأدوار العليا فبعض الناس قد يدخل في المسعى من أجل أن يكمل طوافه فأكثر فقهاء العصر يرون أنه أنه إذا دخل في المسعى انقطع طوافه بذلك وإذا أراد أن يكمل الطواف عاد من حيث المكان الذي دخل منه إلى المسعى وفي الحديث وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يؤديه الإنسان من العبادات وقد قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقالا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي الحديث أن التحلل من العمرة لا يكون إلا بعد إكمال السعي بين الصفا والمروة وبالتالي فمن لم يكمل السعي لم يجز له أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام وقد وقع اختلاف بين العلماء هل بمجرد إكمال السعي يحصل التحلل أو لا يحصل التحلل إلا بالتقصير أو الحلقة ولهم في ذلك خلاف مشهور ترتب عليه عدد من المسائل الفقهية منها ما لو أكمل الإنسان طوافه بين الصفا والمروة بعد طوافه بالبيت فتحلل قبل أن يقصر فماذا يفعل؟ هل يعود لإحرامه مرة أخرى؟ ويعد لا زال محرما ولو فعل شيئا من المحظورات وجبت عليه فديته فإذا تذكر عاد لإحرامه فحلق أو قصر أو نقول قد كملت عمرته وترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم وما فعله من المحظورات ليس فيه فدية لكونه قد تحلل بنيته موطن خلاف بين الفقهاء بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وإقافه